أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أن حيازة إثبات تلقي مطعم كورونا أو التسجيل على منصة تلقي لقاح من المواطنين أو المقيمين سيكون شرطاً أساسياً للاستثناء من الحظر الشامل للقطاعات الضرورية وذلك اعتباراً من يوم الجمعة المقبلة وقال المركز أن هذا القرار يأتي استمراراً للخطة الوطنية لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين وأيضاً لإدامة الخدمات الأساسية وأوضح أنه سيتم التدقيق على ذلك من قبل نقاط الغلق والدوريات التي تشرف على تنفيذ الحظر الشامل اعتبر المركز أن أي تصريح للاستثناء من حظر الجمعة يعد لاغياً ما لم يكن الشخص مسجلاً على منصة اللقاح أو متلقياً له